مثل ورد وسط الهلعة وعدم فهم ايه اللي بيحصل لنا في العالم كله بسبب فيروس الكورونا الحقيقة انا حستضيف دكتورة متخصصة وهذه الدكتورة المتخصصة في مجال الحديثي الولادة والاطفال هي دكتورة ايضا على علم وعلى فهم كبير لطب جديد احنا ما سمعناش عنه قبل كده اسمه الطب الوظيفي الطب الوظيفي حيدينا بعض الاجابات الشافية عن مرض الكورونا وايضا حنتكلم عن الحديثي الولادة معانا ومشرفانا في مثل ورد دكتورة رانيا سعيد سعداوي استشاري طب الاطفال وحديثي الولادة شرفتيني ولاني ابتديت بالمقدمة عن الطب الوظيفي عايزين دفنشون تعريف ايه الطب الوظيفي مساء الخير اولا الطب الوظيفي باختصار هو طب جديد فلا من فروض الطب لسه في العالم بس هو بدأ نبدي نفسه عنه وانه بدأ من 1999 فهو لسه حديث بالنسبة واخد زروته وقوته في اوروبا وفي امريكا من 2005 فالطب ده بقى بالوقت في جامعات تدرس فقط الطب الوظيفي وموجود كمان في جامعة هارفرد وموجود في الجامعات كتيرة في امريكا وفي اوروبا الطب الوظيفي بيدرس تمركز حول التفاعلات البيئية وجهاز المناع وجهاز الهضمي والغضط الصماء والمنظومة دول الاربع حاجات دي هي المسؤولة عن صحة الانسان وازاي نتفادى الامراض ونتحشيها يعني لو تخيلنا بكلام اخر او بطريقة اخرى نتناول الموضوع ده ان لو انت خيلت ان المرض عبارة عن شجرة لها جزور وليها فروع والفروع هي دي الامراض هي الاعراض لا انا صح فكل فرع اعراض واحد جايلي بالصداع مثلا الدكتور بيكتب له ايه الطب التقليدي اللي احنا تعودين عليه يكتب ايه دواء للصداع لكن هو فين الاساس فين الجزر اللي احنا نشوف له طب البقى الوظيفي هو ما بيسوف لان انا شوف العرض ادور وراء ابحث انا وصلت فين لا جايلي من هنا سواء كان عن طريق في عدوة كامنة ولسه ما ظهرتش او عن طريق عناصر من التغذية نقصة ممكن اضفها كذا سبب فالطب الوظيفي يبحث عن الاسباب وكل علاج لكل حالة بتبقى لحالتها حيث ما يفعش اقدر اقول حالة وعمينها اكل خلص طب الكلام ده اللي هو في خواية الروعة اني انا كل ما بتعلم معلومة جديدة في البرنامج ده بحس نفسي اني انا كسبت يعني حاجة هيلة في حياتي طب الوظيفي اللي هو بس من 2005 يعني لسه حديث جدا ايو ايو عشان كده مش فاميليا نسه مش حرفات ايو 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 اتأكد في اوروبا خلاص خلاص اكد اه ورح نمبر اول في جامعات ديسنت ومحترمة زي هارفة وغيرها ايو كليفلند كمان كليفلند طب ازاي انا يعني استفيد منه في حالة الورولة اللي هي منتشر في العالم انه ممكن نقول نبزه سريعا كده على فيروس الكورونا احب اعرف المشاهدين كلهم ان فيروس الكورونا بعملوا معاملة اي فيروس ليه نرجع بالزمن شوية لألفين واثنين وألفين واثماشر جلنا السارس وبعدين جلنا المارسة دول كلهم عبارة عن فيروسات حتى كان نسبة الوفيات في السارس عشرة في المية ودي كان نسبة كبيرة قوي لو قرنتها فيروس الكورونا نسبته اثنين في المية من الوفيات اقل بس ما هي كل حاجة جديدة كده بتاخد لها شوية بالزبط كده فمش عاوز الناس تتخد نيجي كمان نقول حاجة دان لو هقرنوا مثلا بفيروس الحسبة في الاطفال نسبة العدوى بقى مش الوفيات اللي ما عندناش وفيات في الحتة دي نسبة العدوى الطفل اللي مصاب بالحسبة ممكن يعديلي 18 طفل يجي فيروس الكورونا يعديلي عديه شخصين بقى العدوى قليلة اشكرك انك بتخفيف حالة الهلعة ايوة جماعة انا عاملوا معاملة الفيروس يعني ازود المناع اشتغل على مناعتي مناعة الانسان لما تبقى قوية سواء طفل او كبير هي بتخلي للفيروس الفيروس ده اعرضوا ايه ادوار بردا عادية امتى يقلب بالتهاب رأوي حاد او بفشل كلوي عند اللي عندهم مناعة ضعيفة طب مين هم دول المجموعات من الناس اللي عندهم مناعة ضعيفة عند كلمة اللي عندهم مناعة ضعيفة نعرف ازاي انا عندي مناعة ضعيفة اعرف ازاي نعرف ازاي ان عند طفلي او الانسان الكبير امتى المناعتهم ضعيفة بتبقى مجموعتين من البشر الاطفال لان منعتهم غير مكتملة او الكبار في السن اللي هم عندهم امراض كرونيك او مستعصية او مزمنة معهم هم دول اللي بكون عرضة لاي شي اما البقية الناس البتوين بمناعتهم قوية ضعيفة يعني باية كل شوية عندي حسية من الاكل بتيجيلي اعراض غريبة بروح للبكاترة وارجع كل شوية وماشي بشنطة الدواء بتاعتي ما بخفش يبقى انا عندي مشكلة مزمنة لازم اصلحها وهنا ييجي دور الطب المقائي او الوظيفة طب اه في مقولة انا مش عايزة اكون يعني محددة فيها انه جونك فود الاكل المشتري من السوق والزيوط الكتيرة والمهدرجة والمشعر في ايه هي واحدة من الاسباب اللي بتأدي الى او بتساعد في انتشار امراض كتيرة وقد تكون قد تكون واحدة من المسببات لفيروسات كتيرة تمام فأدي ايه نقدر نحمل الموضوع ده هل ده جد انه ده مؤذي كده سؤال جميل جدا جدا احب اقول ان الجهاز الهضمي 80% من جهاز المناعة بيت الداء هو الماء ده صح بيت الداء هو الماء ده اللي بحط البقلي هو اللي بيطلع علي حطيت وحش طلع وحش حطيت حلو مناعة قوية حديد يعني بمعنى اخر انا اديكي لو اخدنا سكر ايه كلها سكرية ما قلت جونك فود ده هي سكر السكر بتنزل مناعة كام 50% لا بتقولي ليش انا مريدة مريدة حلويات لا قولي لي تانيا ايه نصلح ده انتي عارفة حضرتك ان بالفونكشن ميتسن اللي بيحب الحلويات نقصه بوتاسيوم ونقصه كروم في الجسم انا عندي نقص بوتاسيوم فعلا شفتي حضرتك وصلتليك الاتنين في فوقت واحد اديكي بوتاسيوم حتى الكريبينج سيمتمز هتروح معاك حلوة جميلة جدا نرجع تاني للتغذية اه بس جميل جميل للطب الوظيفي وهمي فيه نقصك بحطهولك بيصلح الجسم بطريقة طبيعية معنى صح ما بحملش الجسم ادوية وافضل معيان سكر افضل عيان ضغط ترجع تاني للتغذية اقول اننا السكر بنزل منها 50% طب نيجي عند الجلوتن مش كل الناس عندها حاسية من الجلوتن بس هي حاسية ايه والجلوتن ايه والجلوتن هي مادة طبيعية في الامح موجودة جوا بزرة الامح نفسها السمبولة نفسها من جواها فيها جلوتن والجلوتن ده جسم الانسان عنده حاسيات منه كل انه ده تعدل جنيا احنا لو كنا بقى محنا زمان ما كانش عندنا مشاكل ولا ونفتكر بزمان ما كانش فيه الامراض دي كلها عديدة وعملوه عملوه شوي كل انه عدل جنيا وحبته اكبر وتستحمل خربوا الدنيا بالضبط كده احنا اللي شربناها بط الجلوتن ده بينزل الامعاء بيعمل ايه بي اكتب احنا الامعاء لازم الجهاز الهضمي اعرف هو ماشي ازاي جهاز الامعاء في الامعاء الدقيقة اللي هي مسؤولة عن امتصاص الخلايا كده مجرد ما ينزل عليها جلوتن بيحبي اكتب مادة اسمها جلايدن جلايدن دي بتوسع الخلايا زي كده فالاكل ما تهضمش وعمل عسر هضم والبروتينات ما تأكلتش تدخل جزيئات كبيرة للدم لان انا قلت بيت الدايا المعد لان ورا المعدة على طول الجهاز الهضمي الامعاء الدم الدم فبيدخل لي كل حاجة فدي ما حصل لهاش هضم ما اكتمل بشي هضمها فهي جزيئات كبيرة تدخل للجسم تبقى اكتب في الجسم الحساسية حساسية مرة في مرة تعمل امراض مزمنة وتبقى اكتب جهاز المناعة ضدي جهاز المناعة بتاعي انا يبقى علي انا بدأ من يبقى معايا يبقى علي الله عليك طب انا كبيرة اقدر اقول انا مصدعة طب الوظيفة يوعد يشوف في ايه لكن الطفل الحديثي الولادة عنده ستة شهر مناعة ما بعد ستة شهر اعتقد هناك نوعين ما قطيلي قبل الهوى في نوعين من المناعة اللو اطولنا ازاي نحافظ عليهم ما بيعرفش ليش تكي الطب الوظيفة هنا ليه دور وقايا عنيف قوي اهم حاجة انا حتى لو انا سليم لازم اكل صح لازم اعلم الام هي نفسها تأكل صح ازاي وطفلها يأكل صح لازم تفهم هي بتأكل ايه وليه يعني السكريات الجلوتينات اللي هو الدقيق والبسكويت والمكارونا كلها دا دقيق ابيض ليها بدايلة على فكرة هنتكلم في بدايلها الزيب استعملوا الزيب مفروض يستعملوا الزبدة مش الزيب نحن متكلم دلوقتي اكل خاص للبيبيهات ايه مش انا بدخل في السادس نبدأ ندخل الاطعمة للاطفال نحن لازم ادخلها على منظومة صح لازم القوم تكون فهمة بتأكل ايه مع ان انا لو عملت بوسط الجهاز الهضمي وعملت حاجة اسمها ارتشاح العماء اللي هي الامعاء لما انا قلت شرحت لحضرتك انها بتتوسع تشاح العماء ده يجيبلي كل الامراض اللي موجودة في الاطفال وفي الكبار حلوة فهتموا قوي بالحتة دي حلوة يبقى نصيحة للامهات اذا سمحتك كده قولنهم وان تو ثري بتأكلي ابنك بعد ستة شهر مواد فيها واحد الامح احنا بجيبوه من خلال السريلات تقريبا مش كده بس احنا ما نعرفش نعمله ونعرف نطبخ نعمل حاجة كده واجبة بديلة مش ضروري الامح ندخله من الاول ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه احنا مدخل الفواكه وبعدين هناك ندخل الخضروات وبندخل البروتينات بالتدريج ونعلن الفواكه انا بشوفه الامهات بروح ويا اما طحنين ويا اما اذا عندها موليناكس بتعمله بس ازاي البروتينات يعني البروتينات موجود في العدس البروتينات موجود في السبانخ البروتينات موجود في اللحمة في البيض وده عنده الستة شهر ازاي ستة شهر احنا لما ابدأ مش معناه انه بصفة على طول البروتينات البداية بتبقى تدريجية ابدأ فاكها الموضة شهر بعدين ابدأ الخضروات بعدين هالموضة شهر والجدول بيبقى فيه فطار وغدا وعشا وبعد كده ننتجوز البروتينات في الآخر تمام دكتورة في آخر سؤال كنت يقول فيلي أن الطب الوظيفي يساعد في علاج أمراض كتيرة فاشل العلاج التقيدي أنه يعمل أي حاجة معها إزاي؟ إزاي؟ لو أخذنا أمثلة على الكلام ده يعني عيان الضغط عندي يجي عيان الضغط صغيرين وكبار لأن الضغط دلوقتي موجود في الكبار وصغيرين صحيح يبقى هو بيستقعنده عنصر الصوديوم عالي قوي وما عندهش لبوتاسيوم ولا ماغنيزيوم أنا بدل ما مشي بأدوية الضغط اللي هي بتقلل البوتاسيوم بتسبيارينج اللي بتاسيوم وكده أنا ممكن بس أشيل ملح الصوديوم العادي ودخله ملح الهملاية أو ملح البحري مع البوتاسيوم والماغنيزيوم الضغط هيتحل أمراض السكر من الضبطها إيه البديل؟ أمراض السكر السكر فيه سكر ستيفيا ده وهمي قوي نبات من النبات الطبيعي والأفضل للأطفال ممكن أحلي بالعصف حيا موضوع كبير يحتاج حلقات كتيرة مع الدكتورة المنوراني في مثل ورد كان معنا الدكتورة رانيا سعيد سعداوي استشارة طب الأطفال وحديثي الولادة مثل ورد مثل ورد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر